ملك مملكة البحرين يبلغ الملك محمد السادس قرار بلاده فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون وينوه بالقرارات التي أمر بها العاهل المغربي بمنطقة الجرجرات بالصحراء المغربية دوليا البرلمانيون الليبيون المجتمعون بطنجة المغربية يتوصلون إلى البيان الختمي للمشاورات الذي سيتلغدا بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطا وفي النشرة أيضا تتابعون كرة القدم الأفريقية الأنظار تتجه هذا المساء إلى العاصمة المصرية القاهرة ونهائي دور الأبطال بين الغريمين المصريين الأهل والزمالك مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناتك فانكا تيفي بطنجة أعلن بلاغ للدوان الملكي أمس الخميس أن الملك محمد الساد استلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ويندرج هذا الاتصال في إطار ما يربط البلدين من علاقات أخوية صادقة وتقدير متبادل كما يعكس نهج التشاور والتنصيق الدائم بين القائدين وما يجمع البلدين الشقيقين من تعاون مثمر وتضامن موصول وبهذه المناسبة أبلغ الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك محمد السادس بقرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية وأنه سيتم تنصيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين وخلال هذا الاتصال نوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالقرارات التي أمر بها الملك محمد السادس بمنطقة القرقرات بصحراء المغربية والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي وإلى ضمان سياب طبيعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في خبر آخر صادق مجلس الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وفي هذا السياق أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة السعد أنزازي أوضح أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدوير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كوفيد-19 المزيد في هذا التقرير لثري الحسان مشروع قانون يقضي بأحداث صندوق محمد السادس للاستثمار هو ما صادق عليه مجلس الحكومة أمسيا الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مشروع القانون الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يأتي تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس الوردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا وزير تربية الوطنية وتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي أبرز عقب اختتام المجلس الحكومي أنه بهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي تقرر أحداث شركة مساهمة تحت اسم صندوق محمد السادس للاستثمار خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي في إطار شراكات مع القطاع الخاص والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأس مقاولات صغيرة أو متوسطة كما يرم الصندوق المساهمة بصورة مباشرة في رأس مال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع وتمولها بأموال شبه ذاتية ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع ولسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة إلى جديد الوضعية الوبائية بالمغرب حيث أعلنت وزارة الصحة مساء أمس تسجيل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تعافي 5312 حالة شفاء و80 حالة وفاة وذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كورونا اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 340.684 حالة بينما ارتفع مجمو حالة شفاء التام إلى 289.808 حالات فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5.619 حالة نستهل مشاهدين الملفة الدولية من الأزمة الليبية حيث توصلت أمس أشغال الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية لليوم الرابع على التوالي البرلمانيون الليبيون عكفوا يوما كاملا على تنقح البيان الختمي للاجتماع والذي سيطلغدا بحضور وزير شؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطا استمعوا في هذا الإطار إلى البرلماني الليبي سالم مسعود الجنيدي في تصريح خاص لقناة كاب 24 نتابع هذا اليوم أنجزنا جميع الأعمال الخاصة بالمغرب وهذا اليوم نقحنا البيانة الختامة وسيتم تلاوته يوم السبت بحضور وزير الخارجية البغرب وسننتقل يوم الأحد إلى أغدامس ونبدأ نستانف دراسة بعض المواضيع من هناك إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث مع أفراد من القوات الأمريكية عبر الأنترنت بمناسبة عيد الشكر قال إن أعضاء المجمع الانتخابي سيرتكبون خطأاً إذا صوتوا لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن ولدى سؤاله عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال تصويت أعضاء المجمع لبايدن رد ترامب قائلاً إنه سيفعل ذلك من دون شك وشكك ترامب مجدداً في فوز بايدن مؤكداً أنه لم يحصل على ثمانين مليون صوت شعبي في الانتخابات التي قال إنها كانت مزورة نختم مشاهدين بالخبر الرياضي ساعات معدودات إذن وينطلق نهائي المسخط السادسة والخمسين من دور أبطال أفريقيا الذي سيجمع بين الغارمين كبيراء الكرة المصرية الأهل والزمالك في نهائي تاريخي مرتقب سيحتضنه أصطاد القاهرة الدولي بعد ساعات قليلة من الآن وهذه أول مرة في تاريخ المنافسات القارية يلتقي فريقان من نفس البلد في النهائي ويسعى النادي الأهلي لإحراز لقبه التاسع بمسابقة دور أبطال أفريقيا لكرة القدم فيما يأمل الزمالك بانتساع النجمة السادسة وفاز الأهلي للمرة الأخيرة بالكأس عام 13.2000 أمام الترجل التونسي فيما خسر مرتين متتاليتين في النهائي عامي 17.2000 و18.2000 ويعود آخر تتويج للزمالك عام 2.2000 بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم نشرطنا تفاصيل أوفع عن أخبار العالم تجدونها على موقعنا الإلكترونيكا 24.TV إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا